مدينة العالمين الجديدة 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 خلال فترة المهرجان كل التسليلات موجودة في مدينة العالمين مجموعة فنادق عالمية على أحدث مستوى مولات تجارية كل الخدمات من طرق من كباري كل التسليلات موجودة في مدينة العالمين الجديدة طيب احنا بنتكلم على فترة قدية خمس سنين زي ما قلت من 2018 مارس 2018 يعني يعتبر تدشين المدينة مع زيارة السيادة رئيس عبدالفادح السيسي للمدينة في مارس 2018 كان ايه اكتر الحاجات اللي كانت ممكن اقولها عاقبة في الخمس سنين علشان اولا زي ما قلنا دي كانت منطقة الغام ثانيا عشان تتحول هذه المنطقة لمكان مليء بالحياة والشغل الكتير اللي احنا شايفينه نهات لا هي مش عقبة واحدة الحقيقة هي عقبات كتير جدا يعني انا ابسط شيء انا كنت هنا في العالمين او في منطقات العالمين من سنة 95 وكنت كلها بص المكان اللي احنا عاديين فيه ده يعني زعلان جدا فرص اسمارية رائعة وتنموية كبيرة جدا كانت غير مهضرة وغير مستغلة طبعا احنا لما بدأ انا زي ما هيك قلتي كده احنا في اكبر حق لالغام في العالم كله فكان لازم الاول عملية نزع الالغام ودي استمرت حوالي سنتين ونص وطبعا اخذت مجهود كبير جدا بعد نزع الالغام وجدنا طبيعة المنطقة نفسها المنطقة اللي احنا عاديين فيها دي كانت منطقة عبارة عن مستنقعات وهيش وكانت مليانة بالتعبين والحيات لما فكرنا في الاول خالص ان احنا انطهر المستنقعات طبعا ظهر كمية التعبين وحيات لا تصدق كان الحل ان احنا نستعين من احد السكان المحليين هنا وعبا يعني مال يقل عن 50-60 شوال منهم يعني كمية رهيبة جدا طبعا يعني من الاف السين هما موجودين غير طبعا العقبات الهندسية اللي وجهتنا في طبيعة الارض دي المستنقعات فكانت طرز او يعني انماط البناء التقليدية غير متاحة هنا في العالمين فكان لازم نبتكر اساليب جديدة حتى في شغل الخوازي الخوازي التقليدية ما كاناش ممكن تشتغل في العالمين المنطقة كلها كهوف فكان لازم نمط جديد في العالمين طبعا ان تنفيذ الابراج نفسها الابراج دي حقيقة جديدة في مصر مياش يعني منتشرة جدا فكان لازم ان احنا نستعين بكل الخبرات اللي تساهل الموضوع طبعا احنا الحمد لله في الخمس سنين دول زي ما حقا قلت برضو ان العمل المستمر 24 ساعة ما توقفناش ابدا في كل الظروف كنا شغالين ايام كورونا كنا شغالين في كل الاوايات كنا شغالين الحمد لله بدعم القيادة السياسية وبدعم كل القيادات احنا مستمرين في العمل وان شاء الله يعني مدية الاعلمين الصيف الجاي هتلاقي كل الابراج دي سكنة والناس مواطنين موجودين فيها ونسبة الابراج واحنا هنا موجودين في اللوكيشن اللي احنا او الموقع التصوير اللي بنصور منه اعتقد الكاميرا اكيد مصطفى طول الوقت مغطي بالزبط كل ده انا شايفة هنا دولة اتنين من الابراج صح كده؟ اه بالزبط البورجين頭 اسموهم زي جيت اسموهم دي جيت زي جيت تاورز اه دي اتنين من الابراج خلينا نشرح ل CNES انه فيه هنا مجموعة من الابراج فيه بورج تاني اللي هو الابراج اللي هو الاطول احنا بص 우عدك احنا عندنا الابراج على ثلاث مراحل المرحلة الاولى الابراج امisha 15 بورج منoo مอนى الابراجين اللي احنا شايفينو ورانا دول اه دي كتت المرحلة الاولى فيه بر inferno 15 برج نفذنا بينهم اتنين لا فأنا كلهم تنافذين وكلهم في نفس المستوى وفي التشتبات النهائية تمام وإن شاء الله على بداية السنة أبراج سكنية كلها أبراج سكنية وإن شاء الله على بداية السنة تكون جهزة للتسليم تمام ده بالنسبة للأبراج السكنية فيه بقى الحاجات السياحية والفنادق والممشا والمولات خلينا نفصل للناس طبيعة المناطق السياحية وتأسمتها الموجودة في العالم المكان اللي احنا عاديين فيه ده ده اسمه المنطقة الترفيهية المنطقة الترفيهية دي على مساحة 160 ألف متر مربع فيه 40 مبنى تجاري خدميه حضرك شايفة كل المباني دور أرضي ودور أول كل مبنى مقسم لعدد من المحلات حسب مساحات مختلفة حضرك يمكن أنت دوقتي أشارتي لأحد البرندات المشهورة جداً اللي موجودة عندنا هنا مش هنقول اسمه فإن شاء الله يعني أي حد هيجي هنا منطقة ترفيه هلقى كل الخدمات اللي ممكن يتخيلها أولاً أنا عاز أأكد أن العالمين مدينة ما هيش منتجع ولا هي قرية سياحية العالمين مدينة مفتوحة لكل المصريين ساعتك أي إن كان طبقتك الاجتماعية أو الاقتصادية لكي مكان في العالمين حضرك لو أنت عاز تيجي العالمين من غير ما تصرفي ولا مليم وتستمتعي هتستمتعي حضرك لما دخلت هنا حد منعك من الدخول ولا أي حد من الناس اللي حوالينا حد منعها من الدخول إطلاقاً المكان مفتوح في مقاعد في نوافير شغالة في إضاءة موجودة بالليل ادخل أقعد أطفالك يلعبوا حواليك ما تصرفش ولا مليم حضرك المامشى بطول 7 كيلو المامشى اللي هو قدامنا ده بطول 7 كيلو بيمتد بطول المرحلة اللي قولة مدينة العالمين في مقاعد حتى بالنهار في أماكن مظللة في أماكن مصدر كهرابة اللي عايز تشحين تليفونك مجانة 100% يعني مناطق طرفية زي ما حاجة بتقول تقدر الناس تتمشى اللي عايز يشرب حاجة اللي عايز يقعد شوية في حضائق الأطفال لو حدا عايز يلعب ومهزة في كل الخدمات الحاجة تخياليها يعني مثلاً المكان اللي احنا فيه ده عندي تحت فيه جراش بيساعة 3000 عربية في أربع تجمعات خدمات كل تجمع خدمي في مسجد في دورات مياه للرجال والسيدات في أماكن لخدمة الأطفال في كل الخدمات اللي حاجة تخياليها في اسكيليتورز طلعك فوق في أحسنصرات في أحسنصرات مخصصة للمعوقين في كل الخدمات اللي حاجة تخياليها مجودة ومجاناً الحاجة المهمة اللي حاليك قلتها كمان وأشارت ليها أنه فكرة أنه مدينة العالمين الجديدة هي مش بس مكان الناس تصيف فيه وتمشي لأنه كانت مشكلة السحل الشمالي أو الفكرة أنه طول السينيين اللي فاتت السحل ده رغم أنه مكان حلو قوي لكن هو شغال شهرين بس شهر سبع وشهر تمانية أحياناً بيشتغل آخر أسبوعين في شهر ستة وأول أسبوعين في شهر تسعة بعد كده طول السنة المكان ده محادش بيفكر من طبعاً زوار بقية المحافظات أو حتى من برا مصر أنه هو يزور الساحل فهل الهدف بالفعل أنه العالمين تخلي الساحل ده منطقة زي وزي باقي المحافظات شغال طول الوقت هل ده حيتنفذ لأنه فيه مدارس في جمعة في مستشفيات جاهزة طول الوقت هل ده معمول في الحزبان أنه بعد قد إيه يقدر الناس يتعيش بشكل إقامة كاملة هي وعائلتها في مدينة العالمين مش بعد قد إيه الناس قيمة حالياً مقيمة حالياً حدك لو لو أي حد كده غمض يعنيه وأنه تخيل مدينة العالمين حيتخيل إيه الأبراج مزبوط أي قونة العالمين وطبعاً دي قونتنا اللي حالي نفتخر بيها بس مش هيدي المدينة العالمين من صحتها مئة ألف فيتدان المنطقة الشاطئية بالكامل سبعة تلاف ومתי فتدان يعني سبعة في المية المدينة كلها مش الشاطئية مدينة في الجنوب قلب المدينة النابط في الجنوب هذك احنا عندنا أوردي جمعتين شغالين الجامعة الأوانية ده العام الدراسي الرابع والجامعة الثانية العام الدراسي الثالث يعني إن شاء الله السنة دي في دفع هتتخرج من العالمين عندنا الأكاديمية العربية العلوم وتكنولوجيا ده الموسم دراسي الرابع عندنا جامعة العالمين الدولية ده الموسم الدراسي الثالث هل تخيالي ان كل الاسادزة وكل الطلبة وكل المقيمين في الجامعة قاعدين طول الشتاء هنا في العالمين عندنا مدرسة تعليم اساسي هل ده لما حصل كمان اثر على منطقة السحل كلها يعني هل لما العالمين بقت منطقة شغالة على مدار السنة هل ده عمل تأثير ايجابي على بقية القرى الموجودة في السحل يعني لو كنت صورتي في مدية العالمين القديمة سنة 2018 ونزلت صورتي النهاردة في مدية العالمين القديمة هتلاقي الفرق رهيب تطور رهيب لأن كل العمال والناس اللي كانوا في العالمين مقيمين في مدية العالمين القديمة فحصل رواج تجاري واقتصادي كبير جدا والعالمين القديمة ازدهرت ونطقة السحل كلها ازدهرت احنا بنتكلم كمان على ان مدينة العالمين هي مدينة من مدن الجيل الرابع خيان فاهم بس نفهم اكتر ايه مدن الجيل الرابع وبتتميز عن ايه عن المدن التقليدية احنا بس عشان نتكلم عن مدن الجيل الرابع ناخد فلاش باك صغير جدا كده لو تكلمنا عن الحالة العمرانية للجمهورية كلها سنة 2014 كان عندنا مدن قديمة مكتزة بالسكان مرافق متهلكة مخالفات بناء وعشوئيات رهيبة طرق متهلكة وتكادسات مرورية فكان الفكرة ان يتعامل مدن الجيل الرابع لطبعا ان انا بفتخر ان العالمين منهم مدن الجيل الرابع مدن الجيل الرابع لها خصائص كثيرة جدا بس عشان بساطة عسد المشاهدين لها ثلاث خصائص مهمة جدا انها مستدامة وذكية وخضراء برضو ببساطة شديدة جدا انا لازم اكون متوافق مع البيئة ااخد مصادر كلها من البيئة المحلية انا في العالمين عندي شاطئ طوله 14 كم على البحر فكان طبيعي جدا ان ااخد مية البحر احليها ففعلا عندي محاطة تحلية بطاقة 150 الف متر مكعف اليوم قائمة وبتعمل وبتدخ المية في المدينة انا ما عنديش اي مصادر للمية النيل هنا في العالمين كلها مصادر تحلية الصرف الصحي انا باخد مية الصرف الصحي بودي عمل لها معالجة سلسية برجع اضخها في شبكة الري صرف الصحي اللي هو مشكلة بيئية خطيرة في كل المدن انا عندي هو ميزة ومصدر لمية الري شبكة المطر انا عندي هنا منطقة سلسية فعندي امطار لا بأس بها عاملين في المدينة شبكة منفصلة بتجمع شبكة مية المطر وبتدخها في خزان بعملها معالجة بسيطة جدا وارجع اضخها في شبكة الري انا كده عملت ايه حاولت مية الصرف الصحي وحاولت مية الري المهضرة الى مسطحات خضراء انا قللت الانبعاثات الكربونية قومت الانبعاثات الحرارية وارتفاع درجات الحرارة ضخيت اكسوجين في المدينة حسينة صحة المواطن المهرجان متوقع يستقبل طبعا عدد كبير من الزوار هل فيه استعدادات خاصة خلال الشهر ده ان شاء الله كافة الخدمات المطلوبة والتسهيلات موجودة في العالمين بحاجة صورتي مبارع شوفت حفلة الفنان تامر حسني هو كانت زحمة جدا 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 وكل الحفلات الحمد لله حتى الموسم اللي فيت مش في المهرجان بس طبعا احنا كان عندنا بطولة نجوم كرة القدم وكانت بطولة رائعة جدا يعني وعندنا ان شاء الله قلال يومين تلاتة فيه بطولة البدل عندنا غير البطولات دي كلها عندنا بحيرات في مارينة في العالمين بحيرات صناعية البحيرات دي يعني الحمد لله نظمنا فيها بطولات كتيرة جدا نظمنا فيها بطولات عربية وإفريقية ومحلية نظمنا البطولة العالمية بطولة العالم للتجديف كانت فشرة الأكتوبر اللي فات وكان رئيس الاتحاد الدولي موجود هنا في العالمين فالحمد لله اسم العالمين على خريط السياحة العالمية بفضل المهرجان اللي هو بيتم حاليا بفضل الجهود اللي قبل كده ان شاء الله كلها اسمه تميز ان شاء الله بشكرك جدا المهندس محمد خليل نائب رئيس جهاز العالمين الجديدة بشكر حضرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ان شاء الله في هذا كلها Italian شكرا جزيلا شكرا شكرا